السلام عليكم متابعين الأعزاء أتمنى تكونوا بخير زي ما احنا شايفين وصفتنا النهاردة وصفة معجنات وخفز جميل جدا بعجينة قطنية وبإذن الله حيطلع معاك هش وخفيف اعملين المدرسة وكمان اعملين الفطار من أسهل وأحلى الوصفات بكمية قليلة جدا مني دي حتعملي كمية كبيرة زي ما احنا شايفين ياريت في البداية متنسوش دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة متنسوش كمان تفعالوا جرس على الكل عشان يوصل لكم كل الوصفات ولو بتشوفوا قناة الأول مرة ياريت تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله حتعجبكم هتلاقي عليها مجموعة جديدة ومختلفة من المعجنات والحلويات وكمان نقدم على القناة أهم الأخبار المتدولة على السوشيال ميديا زي ما احنا شايفين وصفة المعجنات بتاعتنا من الوصفات السهلة بشكلها وشكل مختلف وجديد الشكل ده يلا بنا على طول نسام الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف ما دي وصفة النهاردة عملناها ازاي البولة بتاعتنا هحتاج مقدار بيضة واحدة هاكل محضرة جنبي كوباية من اللبن الدافي هادفها على البيض بعد كده هنخلط البيض مع اللبن بالشكل ده اضافاتنا بقل بعد كده هنشوفها دلوقتي مع بعض وفي البداية ضفتي هنا شوية من الملح بعد كده ضفت معلقة من الخمير مع علقتين كوباية من الخل الخل حلو جدا فيه الوصفة دي بإذن الله هيعجبكم لما تجربوا بالخل بالإضافة كمان هنا ضفت معلقة كبيرة من الصقف هنقلم المأدف دي كلها مع بعضها وهي دي مأدفنا الأساسية في الوصفة بتاعتنا دلوقتي هبتدي أضيف الدقيق بالتدريق لحد ما ياخد هنا هشوف العجين بتاعي حياخد ديق الدقيق هضيف شوية بشوية وحاجن العجين ولو احتاج شوية من الدقيق هبتدي أضيف بالتدريق وده طبعا يلجأ على حسب نوع الدقيق لتستخدميه زي ما احنا شايفين ضفت شوية من الدقيق دلوقتي هبتدي ألم العجين بشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي بعد كده قبل ما نخلص عجم هضيف هنا مقدار 3 معالق كبار من الزبدة ممكن تستعملي السمنة يعني السمنة بتاعتك حطيها في التلاجة وطلعيها وانت بتعجيني وزي ما احنا شايفين ضفتهم ان هنا الزبدة بتاعتنا زبدة لينة السمنة بتاعتك هي كمان تكون سمنة لينة لو انت هتستخدمي السمنة هتدي هنا أخلي العجين كله يشرب كل كمية الزبدة الموجودة في معانا زي ما احنا شايفين خليت هنا العجن شرب كل كمية الزبدة حاجن العجن كويس خمس دقايق كمان وبعد كده حبتدى غط العجن واسيبه يختمر عملية العجن هنا وعملية الزبدة في النهاية حتديك نتيكة كويسة جدا في العجن وحتديك توفيق كويس هنسيب العجن بتاعنا يخمر قد العجن بتاعنا بعد مختمر بعد العجن بتاعنا مختمر زي ما احنا شايفين حاخد جزء من العجن وحنبدأ دلوقتي نشاكله مع بعض اخدت قطعة بنفس الطريقة كده وبعد كده حبتدى عملها لفتها فول وحقفحها على حسب الحجم اللي محتاجه طبعا انا بعمل الخطوة ديت عشان حاول على قد مقدر ان المعاجنات بتاعنا تكون كلها نفس الحجم قطعت هنا الجزء الموجود معانا بنفس الشكل ده ودلوقتي حنبدأ نقفل العجيم بالطريقة اللي هنشوفها زي ما احنا شايفين حنقفل العجيم بالطريقة ديت كل الكمية الموجودة معايا هنقفلها بنفس الخطوات لو نلاحظ طبعا ان هنا المعاجنات بتاعتنا صغيرة شوية لو انتي حابة تكوبة بيها شوية ممكن تكوبة بيها بعد ما خلصت كل الكمية الموجودة معايا دلوقتي حنبتدي نفتها بشكل حتشوفو دلوقتي في البداية هنا حرفتها بشكل وطولي بنفس الشكل احاول على قد ما ادركي لحطة عريضة شوية وحطة الفياءة عملتها بالشكل ده ودلوقتي بوسط السكينة بتاعتنا هعمل لها هنا حرفتها حافاتحة صغيرة من تحت بنفس الخطوات ونفس الشكل اللي هنشوفو دلوقتي حاطع بس بسكينة كده بنفس الخطوات وبعد كده حلفها بنفس الشكل اللي هنشوفو حلفها على بعضها وبعد كده حلزها ببعضها كويس وحنجد دلوقتي اللفها رول بنفس الشكل نزلنا قبل كده شكل مختلف اللي هو كان شكل عبارة زي شكل الكروسوم كده بدون دهن وبدون تعب وكان جميل جدا ولكن هنا شكل النهاردة زي ما احنا شايفين شكل مختلف بنفس الخطوات هفيتها فرد طولي وبعد كده هعطاها من نص وبعد كده هبتدى لفها على بعضها وحلزقها من تحت وحلفها رول شكلها بسيط جدا بالشكل ده وزي ما احنا شايفين هنشوف شكلها في النهاية من معجناتي جميلة جدا وبإذن الله هتعجبه بالاضافة كمان ان العجينة بتاعتها ممتازة وهتطلع طريقه هتنفع معيك لسندورشات المدرسة وتقدميها للفطوات جميلة جدا حاجة من تحت علفها بنفس الخطوات زي ما عملت هنا الاثنين اللي عملناها وقبل كده هو حاجة في النهاية حلفها رول زي ما احنا شايفين شكل بسيط هعمل كل الكمية بنفس الشكل ودلوقتي بقى هنشوف معجناتنا في النهاية هنعمل فيها ايه نزلنا قبل كده مجموعة مختلفة وجديدة من المعجنات باشكال جديدة ومختلفة اتمنى طبعا لو بتشوفونا الاول مرة اعملوا جولة علاقة لمحتوى القناة باذن الله هتلاقي عليها وصفات جميلة عملت كمية بنفس الخطوات ودلوقتي الكمية اللي عملتها حطتها على صنية الفرن المتهونة بالشكل ده بعد كده هسيبه ان المعجنات بداعتنا تختام مرة تانية لمدة نصف ساعة بعد نصف ساعة حضفت هنا بيضة وعليها شوية من اللبن وخفقتهم مع بعض وحنبتدي نتين الوش قبل ما نحط معجناتنا في الفرن زي ما احنا شايفين قبل ما نحط المعجنات في الفرن بنفس الشكل ده حنبتدي دلوقتي نحطها في زي ما احنا شايفين قبل ما نحط المعجنات بتاعتنا دهنا وشها وطبعا في النهاية احنا طبعا مولعين الفرن قابليها بحوالي عشر دقايق وقدي وصفتنا زي ما احنا شايفين من الوصفات الجميلة جدا المعجينة جميلة جدا بالشكل ده زي ما احنا شايفين شكلها مختلف وشكلها جميل العجينة هشة وخفيفة وكمان هنا هتنفع معاك للفطار والستندر والشات ادي وصفة النهاردة زي ما احنا شايفين طرية وجميلة جدا والتسواك ويسا معنا اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة واستنونا بإذن الله في وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة